هنا في سوق الربوع أكبر الأسواق الشعبية في محافظة ذمار يتسابق الباعة على عرض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان على الرغم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمة اقتصادية طاحنة كغيرها من بقية محافظات الجمهورية تسود أسواق هذه المدينة حالة ركود وارتفاع في الأسعار إذ تشهد ارتفاعا جنونيا في بعض المواد المهمة ناهيك عن المواد الغذائية التي تقترب من انتهاء تاريخ صلاحيتها أو قد تكون منتهية أصلا لكن لا تزال معروضة كما يحتاج إليها البعض فيضطرون لشرائها سوق عنس أيضا لا يقل أهمية عن سوق الربوع حيث تزدحم عادة قائمة المتسوقين بالسلع الرمضانية التي اعتادوا على إشرائها كل عام لكن هذا العام يختلف عن سابقه ومن الواضح أنه جاء بلا استعدادات بالنسبة للمواطنين فمعاناتهم تتضاعف في ظل الحرب القائمة التي تشنها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في بعض المدن وهو ما تسبب بارتفاع سعر صرف العملة وتدني القدرة الشرائية لديهم التجار الذين تستمر شكواهم من الركود الذي يخيم على الأسواق وقلة إقبال الناس على الشراء يرجعون كل ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع بدرجة رئيسية على كافة مرافق الدولة وتسخير مواردها للمجهود الحربي وهو من عكس على حياة الناس في ظاهرة استقبال شهر رمضان بموجة غلاء لم يشهدوها من قبل اشتركوا في القناة